بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم متابعينا في كل مكان في قناة الزراع في مصر واسعار الخضار متابعينا وحبيبنا في كل مكان وجمهورنا الحبيب ما تنسوش تعمله لايك للفيديو لان اللايك بيرفع الفيديو خلي غيرك يعرف الاسعار وغيرك يستفيد ولو في اي متابع جديد اول مرة شوفنا ما ينساش اشترك في القناة بالضغط على كلمة اشتراك باللون الاحمر اسفل الفيديو وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد هو ده الدعم اللي بتدولي القناة اللايك والاشتراك نخش في الموضوع على طول علشان ما نتقولش عليكم في الفيديو ده جماعة هنشوف اسعار بعض انواع الخضار بس بطريقة مختلفة عن اي فيديو يعني هنشوف اسعار الخضار جملة تمام ونشوف اسعار الخضار جطاعي اسعار الخضار جطاعي بصراحة تجنن يعني هنقولكم سعر الكيلو بكام جملة وسعره كام جطاعي برا وفي حزبة في الفيديو لأسعار الطماطم فنتابع الأسعار يا جماعة يعني مثلا عندك الخيار في الجملة من جنيه ونص الى اتنين جنيه ده سعر الجملة للخيار انضف حاجة يعني باتنين جنيه في الجطاعي برا بيتباع بستة ونص وفيه بخمسة وفيه تلاتة كيلو بعشرة مش كله بيتباع زي بعضي طبعا ولكن السعر برضو مهما يكون مرتفع شوية نفهم من الأسعار دي ايه اللي هي ستة ونص وخمسة وثلاتة بعشرة ان معظم التجار بتكسب اضعاف اضعاف المكسب وعندك الكوسة الكوسة من جنيه ونص الى اتنين جنيه في الجملة والله جطاعي بستة جنيه وستة ونص يعني في الكيلو الواحد اربعة واربعة ونص زيادة يعني اضعاف المكسب البامية في الجملة جماعة تبدأ من 20 الى 25 جنيه للكيلو وفيه ب 15 يعني كل ما تكبر البامية كل ما سعرها يقل بيبعوه في العطاعي ب 35 جنيه يعني برضو فرق كبير مهما يكون فرق كبير جدا كمان كانت بمئة وخمسين جنيه الفترة السابعة يعني كانت بـ 80 في الجملة وكانت بمئة وخمسين بره في العطاعي عندك بقى الطماطم ودي اهم حاجة العداية 20 كيلو تبدأ من 200 جنيه الى 250 جنيه اعلى حاجة يعني الزرق النظيف جدا نفترض انها بـ 200 جنيه نفترض يعني كيلو في الجملة بـ 10 جنيه يعني عندك 10 في 20 بـ 200 يعني هناك هذه جملة جد طاعي بتتباع بـ 20 جنيه وفي ناس بتباحها بـ 18 وفيه اللي هي الطماطم الضعيفة شوية بتتباع بـ 15%. طيب خلينا نقول مثلا على التاجر اللى بيباحها بـ 20. عندك 20 في 20 بكم بـ 400 يعني الضعف يعني الضعف يعني اضعاف اضعاف المكساب يعتبر واحد محترم مثلا من الناس اللي بتشاهدنا يعني هيقول لي مثلا طيب العداء مش كلها سليمة يعني بيبقى فيها طماطم اه صغيرة وطماطم مفعصة ومعرفش ايه والكلام ده كله اه والتاجر بيصرف اه مشال وعربيات ووقفته وهو طيب هقول لك تمام طيب اولا الصغيرة والمفعصة اللي حضرتك بتقول عليها بتتباع بخمستاشر جنيه يعني اللي هي كانوا لو تفتكروا ايام التلاتة كيلو بعشرة يعني كان الواحد هو راجح كده لو معاشها ولا حاجة بيديهم لحد كده يقول له خد ارمي دولا للوز ولا للفروج ولا اي حاجة دلوقتي اه الناس ربنا يكون فعونها طبعا بتشتريه برضو بتستخدمه في الاكل وكده خلينا في موضوعنا اه اللي هو قلنا اه مشال وعربيات لو كل عداية هتصرف خمسة جنيه برضو مش هيبقى سعرها عشرين جنيه يعني هو لو حسبتها كلها مثلا العداية تصرف خمسة جنيه على ما يبيحها هو مش هتصرف ما توصلش ابدا لعشرين جنيه ادي الطماطم اللي التجار بيبيعوها اضعاف اضعاف يعني هو معدل الطماطم يعني مثلا من 13 الى 15 جنيه نظيف والمفعصة دي مثلا المفروض بيبيعوها بتسعة جنيه كمان عندك الفلفل والبتنجال والبطاطس الفلفل من اربعة الى خمسة جنيه جملة جطاعي بسبعة الى تمانية جنيه البتنجال من تلاتة الى اربعة جنيه جملة جطاعي بستة جنيه البطاطس تلاتة ونص جملة الى اربعة جنيه جطاع بتتباع بخمسة الى ستة ونص وفيه بسبعة جنيه وسبعة ونص شكرا لكم وانتظروا كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته